بعد ساعات على وصوله إلى بابل كشف رئيس جهاز الأمن الوطني حميد الشطري عن اعتقال عدد من المتهمين في مجزرة جبلة الشطري في تصريح صحفي وخلال زيارته لجبلة وتقديمه وجب العزاء لذوي الضحايا قال إن إفادة المتهمين دونت والتحقيق في قضية المجزرة شارفة على الانتهاء وسيتم أعلان النتائج أمام الرأي العام هذا وطالبت الأوساط السياسية والشعبية الجهات الحكومية والقضائية بسرعة إنجاز التحقيق وأعلان النتائج وإنزال أشد العقوبات بحق مرتكب مجزرة جبلة